موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهل وسهل بكم الحمد لله أمطار همت هذا الأسبوع اللي فات وحتى البارح كميات كانت لابس بها نعطيكم بعدها بسبب المثال الكميات اللي سجناها من البرح 16 صباح لليوم 16 صباح كانت في بعض الأحيان معطا بارن ولا بالقلي ولا على كل حال كما تيارت وتلمسان ميليمتر واحد كذلك قسمتنا منطقة باتنا مستغانم في أم البواقي سجنا زوج ميليمترات في منطقة عينب السام بولاية البويرة تلك ميليمترات هي بورج بواراريج السطيف وأيضا خنشلة 4 ميليمترات 5 بالمدية 7 ميليمترات في بجاية وكذلك تنس جيجل 10 ميليمترات العاصمة 12 ميليمتر دلس 18 ميليمتر 25 ميليمتر والعاصمة بسح في بوز الريعة في تيزي وزو هي الكمية الكبيرة التي سجناها في محطة الجوية تابو خلفها 27 ميليمتر ميليمتر الله يبارك الله يبارك أما الوضعية راح تتحسن خلال هذا الأيام اللي راي جاية اليومين والتلتيام اللي جاية لأنه الضغط سيرتفع على معظم المناطق الشام اللي يتعب لدنا ونخلي العموم من نسمى ملبدة بسحب من ناوالعالي واشن بدأكم على الصبح يقدر يكون شوية ضباب على السواحل ويخلي الرؤية ضعيفة خاصة المناطق اللي سبت في أشتاء هو ضباب تحت تبخر أمبروير ديفابوراسيون عمو من سمى ملبدة على الجنوب كذلك من سحر التنزلوفت إلى عرق الشاش والجنوب الغربي منطقة الصورة حتى منطقة عيصانح وندوها منطقة ويرقلا الوحات وشمال الصحراء أما على أقصى الجنوب والهوغر والتاسيلي سمى ملبدة بمعدن سحب من نوع العالي من جزء الوضعية كيفاش راح تكون خلال الظاهرة إن شاء الله خلال الظاهرة بدون تغيير عمو من سمى ملبدة على معظم المناطق الشمالية تعملتنا بسحب من نوع العالي كذلك من فعالية على كل حال كذلك على الجنوب وعمو من سمى صافيا إلى قليلة الغيوم كذلك سحب من نوع العالي وما فيما يخص الرياح تقدر تكون شوية قوية على الصحراء الوسطى خاصة ولاية تيميمون ولاية عين صالح ولاية المنيعة ولاية أضرار وتخلي الرؤية ضعيفة في هذه المناطق تاع الجنوب دوكن جزء الدرجة الحرارة اللي يبكروا غدوة الصباح إن شاء الله مع الفجر غدوة الصباح مع الفجر درجة سفر إلى درجة واحدة تحت سفر على كل مدن تعلهضة بالعليا من باتنا إلى البيض مرور بالجل فأتيارت لاربعنا يتيارت كذلك سطيف بورزواري جباريكا حتى تبسها أما على السواحل تتراوح ما بين سبعة بعنبا إلى عشر درجات بمنطقة وهرن بنصف مستخانم تيباس أبو مردس الجزائي العاصمة بجاية ثم درجات فيما يخص عين صالح تلقاش سبعتاش بعين قزام تيمياوين وتنزاواطين تلقاش بطمرا رساة حداش بجانيا تلقاش بمنطقة تندوف تسعة بيتلمسان وأيضا بشار ودزوج درجات في مدينة قاسم طينا جزء للملاحة والصائد الجه نشوفوا الدرج الحرارة خلال الظاهرة قبل ما نجوزوا للملاحة والصائد البحري راي في المعدل الفصلي ولشوية مرتفعة المعدل الفصلي خاصة على غرب البلاد كما تلمسان سيدي بالعباس غزاوات نظرومة تلقاش تلقاش 21 درجة وكذلك وهرا بنصف تسعتاش إلى عشرين درجة على مستغانم العاصمة بازاوب مردس تمنتاش في بجاية سبعتاش بسكيك دا ستاش بالطارف وأيضا عن نابا تمانية وعشرين بيجانات واحد وعشرين بيتلمسان عشرة بالجلفة والبيض والنعمة وعين الصفرة كذلك السطيف باتنا خنشنة وباركة ثلاثين بيطمرة ستسخون الحال تمانية وثلاثين على عينق الزام سبعة وعشرين بيتين دوف وكذلك منطقة أضرار ورقان دوكن جزء الملاحة والصائد البحري البحار عموما يكون شوية نايد لأنها الريح شوية يكون نايد شوية حتى الربعين كموجلسة خاصة على السواحل الوسطى وأيضا الشرقية قوة الرياح كما قلنا ربعين كموجلسة أولي تجاه التحى تكون شرقية تماما حتى المرصة تبن مهدي الرؤية إن شاء الله مع الصباح تقدر تكون شوية رضيئة السبب هو الضباب ومع تتحسن تدريجين خلال النهر وتولي من ربعة إلى تمنة أمير بحرية كالعادة نختم دائما هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لهذا الخميس 10 مارس 2022 الشرق سمشي يكون على السبعة وسبعة دقائق فيما يخص الغروب يكون على الستة وواحد وخمسين دقيقة هذا العاصمة وضوحية والعنوين هذه الإلكترونية راه في خدمتكم فيما يخص الجو والبيئة ربي دوم قصلكم دائما مع مارمين الشرق ترجمة نانسي قنقر